دونتسك واللوغانسك الانفصاليتان كلمة السر ومفتاح الأزمة بين أوكرانيا وروسيا فبينما دعا الدوم الروسي للإعتراف باستقلال جمهوريتي دونتسك واللوغانسك التابعة لمنطقة دونباس وطبعا الواقع على شرق أوكرانيا رغم التنديد الغربي والأوكراني إلا أن ذلك أثار تساؤلات حوض الأهمية الاستراتيجية لتلك المناطق بدءا من موقع دونتسك واللوغانسك في حوض دونباس الشرقية التي مزقتها نزاعات والمحتلة جزئية من طرف الانفصاليين المدعومين طبعا من روسيا منذ عام 2014 المنطقتان تشهدان مواجهة مع الجيش الأوكراني منذ ثماني سنوات من جانب آخر هناك دونباس أيضا والتي تعرف بأنها منطقة متجاوزة للحدود كونها تمثل جزء من منطقة روستوف أبلاست في روسيا وعندما نتحدث عن تجاوز دونباس للحدود فإن ذلك يتضح من انتداد حوض فحم دونتسك جغرافيا إلى المنطقة المتخصصة في استخراج فحم التعدين والتي يطلق عليها أيضا دونباس الروسية إذن الحرب المفتوحة تلك بين الانفصاليين وأوكرانيا ومع تصاعد الصراع بات الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون على مساحات شاسعة من شرق أوكرانيا عام 2014 وهو نفس العام الذي ضمت فيه موسكو منطقة القرم الأوكرانية حينها وجدت روسيا نفسها مضطرة عام 2014 إلى مقاتلين غير نظاميين وقوات روسية نظامية ودعم عسكري تقليدي لدونباس هذا الدعم الروسي حال دون محاولات القوات الأوكرانية استعادة الأراضي التي سيطر عليها الانفصاليون في دونباس ووفقا لتقديرات أوكرانية فأن القوات شبه العسكرية الروسية شكلت ما بين 15 إلى 80% من المقاتلين في ذروة الصراع صيف عام 2014 حيث دعمت روسيا تلك المناطق منذ ذلك الحين بحشد نحو 130 ألف جندي روسي على مقربة من الحدود الأوكرانية يتوزعون على كل من دونباس، بلاروسيا ومولدوفا وشبه جزيرة القرم التي نتابعها على هذه الخريطة الثقل السياسي والاقتصادي الذي يحمله سيناريو استقلال دونتسك ولوغانسك تعتبره أوكرانيا الدافع وراء التحركات الروسية في دونباس لجذب الأخيرة لها وهذا ما يتناقض مع التزامات روسيا المذكورة في اتفاق منسك اشتركوا في القناة